السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جاي بيقول ما هو الداعي لاستخدام برامج نمزاجة معنوات البناء كبديل عن برامج الرسم بساعة الحسب الالي. رغم ان برامج اه الرسم بساعة الحسب الالي اللي هي كاد. بلها كتير في سوق واسبتت وجودها. اه الداعي انه في مشاكل ظهرت في الكاد فعشان كده ظهر البيم. ولا ما كانشي البيم ظهر. الفكرة كلها ان في مشاكل في الحاصل في مشاكل كتير او. فانا ما استخدم البيم ما غير ما اغلط في الكاد عشان ما احصلش مشاكل محاسش يزعل. في في البيم بيلاقي حصر ضقيق المواد قبل ما نبدأ البناء واي تعديل في التصميم بيتم التعديل في الحصر. فبيغفر لوقت كتير كتير جدا جدا جدا. تمام? لان في الكاد كان اغلب الشغل بندراب الارقام يعني ما تبقاش ضقيقة لانه مستحيل تطلع ضقيقة. يعني لما تقول لي مسلا ان انا هحصر موصير وفيه مصورة ماشية فوق ونزلة مسلا بتغزي آآ حوض ولا حاجة. النزلة دي ما بيبانش اصلا في البلان فانا بافترضها. تمام? فالرقامة تقول لكيكة خالص يعني. آآ ولشان تقول تحصل نقطة نقطة ولا حصل اي تعديل تظهر تقول تحصل بناره جديد صعب جدا. الموضوع كان صعب. آآ حل مشكلة التواصل بين اطراف التصميم من مواسم عمارة وانشياء والكتروميكانيكا لو اي حد بيشارك في عملية التصميم والتنفيذ. البرامج البيم سهلت ان انت تبقى فاهم المشروع من اول يوم. وبنشارك التعديلات بحس آآ نعرف ايه التعارضات. لما بحسر ايه تعديل انا بكتشف فين التعديل بالزبط. وفي الاسلوب العادي في الكاد على ما نفهم المعيمة انا عايز ديه بيكون المشروع خلص. تمام? في اخر ايام كده اه ايه ده هو ده كان حيطة ميلة بنبدأ نفهم فجهة المشروع في اخر يومين. لما من اول يوم معك الساكاشن معك البلانات معك السري دي تقدر تاخد في اي مكان. تفهم الشغل الكواس جدا. من الميزة الكواسة جدا بتخلينا ن نسخدم البيم ان هو احنا بنوصل المعرومة صحيحة للعميل. بيقدر شوفها حاجة سري دي واي جزء معين ويقدر يبشي يكسره. فبيقدر يشوف التفاصيل. من غير ما يشوف آآ رموز آآ رسومات معمرائية. ممكن تكون فاهم الحاجات دي. بس العميل بش فاهمها. بش فاهم ايه الخط دوت. بش فاهم فيه تكلفة آآ تعديل. آآ فيه انسيام كبير جدا بين المساقط والقطاعات والبلانات وكل حاجات زي بعض. اي حاجات تتعدل هنا تتعدل هنا. آآ الاول كنا بنروح بنضيغر دي تكوني انت عدلت في حاجة هنستتعدل في حاجة تانية. انا فاكل مرة في اجتماع كان في واحد جايب لوحة. كان حاتفعل بتاع الدور التاني مع الصحي بتاع الدور التالت. مع آآ التكييف بتاع مبنى ثاني خالص كان يعني اجتماع زي الفل. آآ المباني المبتقرة اللي ملهاش مبنى تعمل زيه قبل كده اللي هي المباني اليونيك كان فيه مشكلة ان انت هتقيس عليها ازاي? ايه المشاكل غير متوقعة لو كنت حصل نتيجة الوزنة وعمل طبيعية غير محسوبة والحاجات دي كلها. نمزجة معنوات البناء بتديني انواع المحكاية وبوش هبدأ من السفر. يعني انا دلوقتي الاول لما كنا بنعمل الشغل في الكاد. آآ ونروح على البرنامج المحكاية بعمل موديل من السفر والكاد ما بيستفدش بالمحكاية دي خالص يعني. الموديل ده بش نفع استخدامه في الكاد. واي تعديل في الكاد لازم اروح اقول له اعمل التعديل دوت. يعني لو انت لغيت مسلا اندور او كده بتروح هناك بتلاقي آآ الموضوع لسه متعدلش اوتوماتيك. تمام? لأ ده انا هنا ابعى الموديل نفسه باخده كوب بيست. مجرد باخده كوب بيست بش اضطر اقول له خد ارسلوه من اولو جديد. للموضوع بتاعك يعني كان صادق مثلا بيعمل على الاسف دي. فكان بياخد لوحة الكاد ويعد يعمله هو السلسة الابعاد. فواحد تاني بيعمل انشائي بيعمله السلسة الابعاد. ده بيعمل حاجة وده بيعمل حاجة. وده مفاصل تماما عن دوت وما فيش حد بيستفد من حاجة خلصة. وبمناسبة تعديل كنت شغال في مشروع وكان فيه فندق بتعمل جنب المشروع لطول بس ما كنتش الحمد لله شغال فيه بس كنت واحضر الاجتماعات. فبعد ما عملوا الادوار كلها اكتشفوا ان فيه مشكلة في السيلنج ان السيلنج مسلا لو ما محتاج مسلا متر مسلا عشان الخدمات نمشي فيه. فلو متر هتنزل اوي هيبقى السيلنج خلاص يعني اتنين متر فالعمل كده بشيء ده نمشي ما ينفعش تعمل في فندق. فوسط الاجتماع ما نبقى نفكر في حلول في واحد قال لك احنا ممكن نهد اخر الدورين واللي بنهم تاني على الارتفاع اعلى فنوفر المشكلة دي. فطبعا ما حدش رد عليهم وكملنا لاجتماعاتي. تمام? دي مشاكل بتحصل ان انت بعد ما بانيت يعني الحاجات دي لو معمولة هنكتشفى المشكلة ونحلها. تمام? اه ده في مشكلة هنا هنا ده محتاج كزا. خلاص قبل ما تبني بدل ما بتبني مسلا على ثلاثة متر ابني مسلا على تلات تلاتين تلاتين بنبدأ نشوف المشكلة ونحلها. تمام? كان بيحصل فيه مشاكل ان الحاجة توصل قبل معادها او الحاجة توصل بعد معادها فلو اس قبل معادها ماضطر ان انا دور لها على مكان اخزن فيه وده تكلفة او توصل بعد معادها فالعمال المتعطلين موجودين في الموقع بياخدوا المرتب بس ما فيش شغل. فلا بقى في في ادارة للوقت والتكلفة والمشاكل بقى بتحلع على طول والشغل بقى كله تكلفة تعديل. كتكلفة تعديل دي تقريبا بتقدر بخمس تكلفة المشروع. الحمد لله التعديل بيتم اي نعم بس الكمبيوتر فما بيكلفكش حاجة. بيكلفك بس الاهوال اللي الرجل شغل على بي ما هشربها خلاص. مشكلة كبيرة جدا كان ان انت ما بتعملش شغل في معاده. ان انت مسلا مفروض تعملوه في شهر ديسمبر بيتم بعدها بسنة سنتين في مشاريع كترة جدا بتاخد تلات ا اربع اضعاف الوقت اللي هي مفروض تشغل عليه. لذلك لما حد بيقول مسلا بعمل رسالة ماجستيرا او دكتوراه. وعندي حل ان اشوف مشروع حقيقي وابدأ تابعه. بقول له على النقطة دي خلي بالك ان انت ممكن تكون عمي حسابك ايه بعد سنة. وتلاقي الرسالة تحتك متاخرة تلات اربع سنين لان ان انت رابط نفسك بها. فانت ممكن تشوف مشروع صغير او مشروع قرى بيخلص. وتعمل عليه الموضوع دوت لان اه بنبيه بس النقطة هو اللي هو يختار. ان ممكن تحصل المشكلة في الوقت دوت. اه فيه برضو اه ان التصميم اللي يحصل يبقى مختلف عن الموقع. فاتطر تعمل ازبلت من اول جديد وتبقى فيه تعدلات كتيرة جدا. الحمد للبيم بتحل المشاكل فنبطرش ان انت تغير كتير اسناء الشغل. وبتدي موضل تقدر تعمل بيه ادارة لمرافق المبنى وتعمل كواس جدا وتعمل سنة كواسة جدا. ده اهم الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم فيها البيم.